المصومة السعودية سار الباس صاحبة علامة غدفة استوحت مجموعتها للعباية من أسلوب حياة المرأة الخليجية بتنوع اختلافاتها وأذواقها المجموعة اللي شفتوها اليوم حبيت فيها أني أبين العالم العباية الحقيقية اللي احنا نلبسها كل يوم في الرياض في جدة في دبي في قطر وأنها ممكن تكون جميلة وملفتة وممكن كمان تكون يعني كأنها معطف ورداء أو ممكن الواحد يلبسها كل يوم يكون مبسوط فيها وفخور فيها كمان أول شيء اسم المجموعة كان اسمها متوازي ومتوازي معناها أن الحضارات مش شرط أنها تلتقي وتتصادم ممكن نمشي مع بعض بخط متوازي وممكن نكون مبسوطين ومرتحين مع بعض وحنا ماشيين بخط متوازي أنا دعم المحبين الفابريكس الناعمة المنسدلة أي شيء ملمسه ناعم أقدر أتعامل معه إذا مو ناعم ما أقدر يعني ما أعرف كلها مش طبيعية كلها فرنسية وإيطالية والألوان الألوان اللي أحبها صحيح إن المجموعة خريف شتاء بس إنها كلها ألوان يعني العبايات دائما معروفة أنها ممكن تكون سوداء لكن الحين بدوا البنات يلبسون ألوان وممكن تلبسين الألوان وتظلين كمان محتشمة ويكون شكل تراقي ومرتح عبايات غدفة ما تأخذ أضواء من الشخص نفسه هي تكمل الشخصية هي تبروز الشخصية لكنها أبدا ما تضغى على اللي لابستها اشتركوا في القناة